نقطة المهمة جدا أنه مع علاقة الاشتراكة معرفة ومحددة والزملة والزميلة الذين يقدموا خلال أكثر التخديم يطلع لهم الخصوصات يطلع لهم عدد المقاعد ولا أي جهة من الجهات لها حق الرفضة حق الموافقة ولا حق طبعا حق التقيم والمراجعة وراجعنا حينما جهات في جهات في جهات متعديلها نقطة المهمة بالموضوع اللي بخصم فيها بتعسس أن العداد تكون موافقة نحن تقريبا سنويا حدث ما يرحملنا المسألة عنها لأن الجامعة السلحلية مع عددها المحدود وبالتالي عدد مقاعد الاستعادة محدود لها نحن حقيقة لازل البرنامج تخي تقريبا نحن نفتح استعادتنا في العام الماضي ما يقارد الثمان ألاف نحن الآن بنصدر لقم هذا السنة هذه إن شاء الله نجح ذلك نجح ذلك الحطائية النهائية نحن تقريبا ما يقارد ثلاثة أستعادة مقاعدة من القطاع الصحي وهذه ابتعاث مباشرة بالمناسبة أنا نقولها من خلال البرنامج الآن الابتعاث المباشرة عفوا دكتور كم عندكم مقعد لابتعاث المباشر في المسار الصحي 3500 والخبر الجيد في المسار هذا أنه ونقولها حين أو بعلنينها حين رسميا ونقول نركبها أنه أي شعودية أو سعودية لدي قبول مباشر في المسار الصحي حسنا لو ما قلتها في فترة التقديم فيحصل الابتعاث مباشرة بمعنى خلق الصوتها لك شخص عنده قبول في التمرير مثلا لأن التمرير من التخصصات الحارجة بتسجلنا في خلال الزمالة في ذات الصحة بعد أن نعطيها الموافقة بكرة إذا كان قبوله مباشر نفشحي بعض التخصصات طبية المساعدة طبعا الزمالة الطبية جميل وش المطلوب منه؟ وش المطلوب يتقدم لكم وليش؟ صحيح عندنا هنا الآن البواهة المكتملة فيها 8 مسارات التي أعلنت مسار وظيفة تتبع فيه يعتقدون أن نأسه المسار الوحي هو واحد من المسارات ويفتح مرة في الغالة في الصيف طيب أنا أشكرك على هذه الموافقة لو ذهبت لموقعنا بتحصل المسار الصحي المباشر مسار النخبة مسار المنح الدولية مسار متعددة أنا يعني أمنيتنا ونفرح ونتشرح أننا نبدع كل واحد لكن المسارات محددة طيب دكتور إذا تسمح لي أشكرك دكتور على هذه المعلومات وبنتقل لأحد